السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه السلسلة الجديدة والمتجددة بعنوان فسر فيزيائيا والتي سوف نستعرض فيها تجربة أو حدث من الواقع الحياة العملية ونشوف كيف تفسيرها فيزيائيا لدينا هنا عبارة عن كتلة معلقة بخيط وفي الأسفل يوجد أيضا خيط آخر هذول الخطين متماثلين تماما من ناحية السمك والطول والنوع والآن حنقوم بتعريض شد على هذا الكتلة نسحبها إلى الأسفل زي ما أنت شاهد معايا في المرة الأولى حنشد ببطء شديد جدا وبالتالي حنشوف الخيط وين دي نقطع لاحظ أنه الخيط حينقطع في المنطقة العلوية هذه طبعا لما بشد أنا ببطء شديد جدا الآن حنعيد التجربة ولكن في المرة هذه سوف أقوم بتعريض القوة ولكن بسرعة كبيرة جدا فالخيط انخطع من الأسفل طبعا في البداية عشان أنا أفسر هذا كلام أريد أن أرسم القوة الموجودة عندي طبعا القوة الموجودة عندي إذا أنا اعتبرت أنه هذه الكتلة M فإلها وزن إلى الأسفل حيكون في هذا الاتجاه واسمه M في G وبالنسبة للحبل أو الخيط الأول حيكون متعرض إلى شد في هذا الاتجاه بسبب أني أنا بشد T أبر والخيط اللي في الأسفل حيكون فيه له شد إلى الأسفل T داون هذه T داون للأسفل الآن أيضا لأنه أنا بحرك إيدي إلى الأسفل فبالتالي فيه عندي عامل آخر وهو عامل الأكسلاريشن أو التسارع بإمكانك الآن أنك تشوف لماذا الخيط في الحالة الأولى انقطع من الأعلى لاحظ هنا أنه T D و T U المفروض أنهم متساويتين لكن بسبب وجود ال M G فهدي بتضيف عامل آخر على T U وبالتالي T U هتعادل M G زائد T D ولأنه الخيطين زي بعض مش هيتحمل الخيط اللي في الأعلى وزن M في G زائد T D فهينقطع لكن لما بتحرك بعجلة كبيرة بشد بسرعة فهنا المومنت أوف إينيرشا بتشتغل لأنه الجسم M بيقاوم التغير في حركته حسب قانون نيوتين فا يمنع الحركة وبالتالي حين نقطع الخيط من الأسفل لكن خلينا نجرب نستخدم قانون نيوتين الثاني لو أنا جيت اعتبرت أنه هذا هو محور X وهذا هو محور Y وإذا اعتبرت أنه Y الموجب في الأعلى وY السالب في الأسفل ولأنه جميع القوة هنا اللي موجودة أمامي أو الحركة كلها في اتجاه محور Y فبالتالي أنا هاعتبر أنه أي حركة إلى الأعلى هعطيها موجب وأي حركة إلى الأسفل هعطيها سالب وخلينا مع بعض نشوف قانون نيوتين الثاني إيش بيقول قانوني الثاني إيش بيقول إنه Summation of FY تساوي الكتلة في التسارع الآن بدي تنتبه معايا للخطوة هذه لأنه لازم الآن نحط المعادلات صح فعندي أنا TU إلى الأعلى وفي عندي TD إلى الأسفل ناقص TD وفي عندي الكتلة في العجلة بالسالب M في G وفي عندي الكتلة في العجلة بالسالب اللي هي M في A هنا أنا بكون حطيت المعادلة صح كل شيء الأعلى بالموجب وكل شيء الأسفل بالسالب الآن عشان الخيط نقطع من الأعلى لازم تكون T أبر أكبر من T داون عشان الخيط نقطع من الأسفل فT داون لازم تكون أكبر من T U اللي بتحكم في هذا الكلام اللي هو العجلة الآن لو جيتنا رتبت المعادلة هذه بشكل آخر بحيث أنها تكون الآن T U ناقص TD هذه هتساوي هاخد ال M G على الطرف الثاني هتروح بالموجب فهتصير M في G وحاخد ال M عامل مشترك فهيتبقى لدي ما بين الأقواس A G في A الآن هذه المعادلة بدأستخدمها في تفسير ما يحدث الآن بدأستخدمها مرتين المرة الأولى لما بيكون عندي أنا الحركة سلو والمرة الثانية لما بيكون أنا عندي الحركة فاست لما بتكون الحالة سلو في الحالة هذه السلو في حالة البطيقة معناته الأكسليريشن تساوي سفر يعني لما أنا بتحرك ببطء شديد جدا وبالتالي العجلة تقريبا بتساوي سفر وبالتالي المعادلة تقول إلينا إن T أبر ناقص TD بتساوي M في G هذا معناته إنه T أبر أكبر من لأنه كمية ناقص كمية بيعطينا كمية موجبة معناته T أبر أكبر من TD إذن في الحالة هذه T أبر أكبر من TD وفي الحالة هذه الخيط بنقطع من الأعلى طيب الآن لما نيجي نتكلم على الفاست في حالة الفاست ولازم تكون يعني بتسارع كبير جدا يعني أنا بتحرك بسرعة بأكسب الجسم بتسارع كبير جدا وفي الحالة هذه الأي الأي حتكون أكبر من عاجل الجاذبية الأرضية وبالتالي ممكن أنا أهمل عاجل الجاذبية الأرضية فبتصير المعادلة تبعتي اللي هي T أبر ناقص T D بتساوي السالب M في A الآن رطب لي هذه المعادلة المرة الثانية فبتصير نضره في إشارة السالب موجب وهذه حتصير موجب إذن صارت عندي هنا T D ناقص T أبر بتساوي M في A في الحالة هذه لما العجلة أصبحت موجودة وأكبر من العجلة الجاذبة الأرضية فتي داون أكبر فتي داون أكبر من T أبر وبالتالي الخيط حينقطع من الأسفل هيك أنا بكون أعطيتكم تفسير بسيط أو سريع لما يحدث في الكلام نلتقي في تجربة أخرى وعرض آخر وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته